مساء الخير أحبائي الطلبة إذن في هذا الفيديو كذلك سنقترح بعد التمارين بنسبة الطلبة لكيهي والباكالوريادين باللغة العربية سنبدأ بمجموعة من التمارين لدراسة الموجات كما تعرفوا هذه السنة كنت دراسة انتشار موجة ميكانيكية متوالية دورية على طول حابل على سطح الماء انتشار موجة صوتية وابتبع الحل دراسة حيود الموجة الضوئية إذن سنحاول ما أمكن حتى نتم باللغة العربية نختار لكم المجموعة من التمارين اللي ستكون تمارين موجهة دقيقة حتى تتمكنوا من معرفة نوعية الأسئلة المطروحة إن شاء الله في هذا الدرس إذن سنقوم بالقراءة أولية للتمارين سأترك لكم بطبيعة الحال فرصة لقراءته مرة ثانية لكي يمكنكم تمكنوا من ضبط معطيات هذا التمارين ومعرفة طريقة الإجابة نحذيث في لحظة تاريخها التي زيغو كتساوينا صفر سوغوند تشوها في الطرف أس لحبل مرن ومتجانس فتتولد موجة ميكانيكية متوالية يعطي الشكل جانبه مظهر الحبل في لحظة تاريخها تساوي 6.010 أس ناقص واحد السوغوند سؤال حدد وسط انتشار الموجة هل الموجة المنتشرة طولية أم مستعرضة علي الجوابك وحسب سرعة انتشار الموجة طول الحبل استنتج المدة التي تستغرقها حركة نقطة ما من الحبل مثل مظهر الحبل عند اللحظة تي جوج كتساوينا صفر 8.018 أس ناقص واحد السوغوند سؤال رقم 6 ناقص واحد السوغوند بعدة قراءة النص للتمرين واستخلاص المعطيات قبل الشروع في الإجابة إذا ننمر إلى الإجابة عن الأسئلة سؤال أول حدد وسط الانتشار الموجة إذا بطبيعة الحال أول شيء اللي أنا غادي نحاول ما أمكن نراقبه وهو الشكل اللي عطيني المرفوق مع التمرين إذا هنا انتشار تشويه طول الحبل إذا شوفوا شكل تشويه عطينا أن هناك مربعات مدرجة بحيث جوش المربعات كي يسوي من 10 سنتيمتر إذا واضح على الشكل S اللي وغادي يكون المنبع يعني نقطة انطلاق الموجة إذا غادي نجاوبو الآن على وسط الانتشار بطبيعة الحال أشغل يكون وسط الانتشار هو إذا وسط الانتشار بطبيعة الحال كما رحنا هو الحبل إذا للإضافة لا غير فهو تشكل وسط الانتشار وله خاصية أنه مرن لذلك يساعد على انتشار شوي إذا سؤال ثاني هل الموجة مستعرضة أم طولية نوع الموجة إذا لديه أسئلة بسيطة جدا يعني يكفي أن الطالب يشوف إذا بالنسبة لمعرفة النوع الموجة يكفي عود ثاني مرة أخرى نشوف الشكل إذا لاحظوا معي هنا إذا نقطة نقطة من وسط الانتشار فهي تقوم بحركة نحو الأعلى ثم تعود نحو الأسفل لتستقر عند موضعها يعني الأصلي إذن أن نقطة وسط الانتشار لا تتحرك إذن فهي تابتة تقوم ب يعني حركة عمودية إذن بالإضافة إلى يعني اتجاه امتشار الموجة هنا بالأسود إذن فكاللحظ أن الحركة عمودية على امتشار الموجة وبذلك يمكن القول بأن الموجة كديرا مستعرض نقدر نزيد واحد الإضافة فهي تنتشر من اليسار نحو اليمين في تجاه واحد إذن فهي موجة أحادية البعد إذن انتشار موجة الحبل فهي موجة مستعرض أحادية البعد إذن كما قلت نوع الموجة فالموجة المنتشرة طول الحبل فهي موجة مستعرضة لأن كل نقطة من وسط الانتشار الحبل تهتز عموديا على اتجاه الانتشار إذن سؤال بسيط يعني لا بد من المعرفة ديالو إذن بالنسبة للسؤال الثالث أحسب سرعة متشار الموجة طول حبل إذن إذن للإجابة سنتيمتر سنتيمتر إذن قلنا أن بين اللحظتين تزيرو تتساوي نصف والتأ اللي هي مدار الحبل ستا عشر أس ناقص واحد سجوند تقطع الموجة المسافة دي ستين سنتيمتر نعلم أن السرعة هي المسافة على المدة الزمنية بحيث أن V كتساوي ناقص تزيرو تطبيق عددي غد القو بأن V كتساوي ناقص واحد متر بار سجوند إذن بالنسبة لسؤال لقم أربعة استنتج المدة التي تستغرقها حركة نقطة ما من الحبل إذن للإجابة عن هذا السؤال بطبيعة الحال سنراجع دائما للشكل لمعطيف التمرين وسنرى الشكل التشويه وسنحدد أولا طول التشويه كما تلاحظ هنا المبين بالأحمر طول التشويه بطبيعة الحال طريقة سهلة يكفي أننا نشوف التدريجات إذن طول التشويه إلى لحظ طو سنراجع 20 سنتيمتر إذن حسبنا سرعة انتشار الموجة التي تبقى ثابتة في الوسط الانتشار إذن سنحصل على طو إذن كما قلنا إذن حددنا على الشكل طول تشويه اللي هو ال اسم التو التي تقطع هذه الموجة خلال المدة الزمنية إذن نلقى بأن ال مبيانيا يقوم 20 سنتيمتر نعلم أن السرعة ال على طو إذن طو تسوي ال على V تعبير عددي طو سنقو ها تسوي بطبيعة الحال هذه القيمة هي جوج 10 أس ناقص واحد سجند بالنسبة لسؤال رقم خمسة مت المظهر الحبل عند اللحظة تي جوج 40 أس ناقص واحد سجند إذن قلنا بالنسبة لسؤال رقم خمسة تقطع مقدمة الموجه خلال المدة الزمنية دلتا ت تسوي تجوج ناقص تسفر مسافة إذن الدبريم تسوي V عامل للتجوج ناقص تزير إذن تطبيق عدد سيجد أن الدبريم تسوي 18 أس ناقص واحد متر تسوي لتمثيل مدهار الحبل عند اللحظة T2 ينبغي إذا تتوي عند T0 بمسافة 80 سنتمتر في منحة الانتشار سنحصل على الشكل التالي إذن الآن سنجد مدهار الحبل عند اللحظة T2 إذن هو هذا إذن سنقوم بإزاحة الشكل بمسافة 80 سنتمتر في منحة انتشار فنحصل على الشكل التالي إذن بالنسبة للسؤال الأخير نعتبر نقطة Q من الحبل تبعد عن S بالمسافة 12 متر في أي لحظة تبدأ النقطة Q في الحركة وفي أي لحظة تنتهي حركة النقطة Q إذن بالنسبة للإجابة عن هذا السؤال إذن بالنسبة لشكل ألف عند اللحظة TQ تبدأ النقطة Q في الحركة بحيث أن TQ نقص تزغوك تسوينا المسافة SQ على V على الصرعة يعني أن TQ تسوينا 12 على 1 إذن هي 12 السجوند عندما تبدأ النقطة Q في الحركة إذن بالنسبة لنهاية حركة هذه النقطة تنتهي حركة النقطة Q عندما تغادر هالموج عند اللحظة إذن مهم جدا T' تسوينا تسوينا TQ زائد طو وهي المدة التي تستغرقها حركة كل نقطة من وسط الانتشار إذن T' Q تسوينا 12 زائد صفر جوج لغادي القوف الأخير T' Q تسوينا 12 فاصلة جوج السجوند ولا إذن أعزائي الطلبان تمنى بأن التمرين ينفعكم بالنسبة للمعرفة دراسة الموجات إذن لمزيد من التمرين يعني ننتظر تعليقاتكم ملاحظتكم دمتم بخير إلى اللقاء